طيب شيل ده بقى ووريك المصريين في قنبيلة طلعت في شنك يعني طلع ان في حد عملها علشان مش عارف ايه يعني مسألة ليست ارهابية عايز اوري حضراتكو تأثير القنابل على المصريين اهو الناس رايحة تشوف الموضوع وامبابة وفاضية حاجة بسيطة خلاص فجروها او يعني بص المصريين بقى بص المظاهرة بتاعت القنبيلة ده شعب جبار ده شعب لا يمكن حد يعرف هو فقدامه كل دول كانوا فيه جنب القنبيلة محدش خايف كانوا فيه بيتفرجوا عالقنبيلة خدوا الناس اللي بتوع المتفجرات وعملوه مشاي وقاوة وغدا اكتر من الف بنيادة دول اكتر من تعداد قطر كانوا فيه بيتفرج عالقنبيلة ده الشعب انت شفت القنبيلة بتعمل ايه في الناس اخبية والله الارهابين دول اخبية يعني اللي انت بتعمله ده مش جايب نتيجة صح جايب نتيجة عكسية وزي بقول لحضراتكم القنبيلة دي طلع فيه واحد حاططها مش عارف عشان ايه كان عايش شهرة عنده مشكلة في مدرسة كلام فارغ من ده واع واضح انها ما كانتش حاجة كبير الناس دي كلها وقفة وفاهمة ان البطاعة دي ممكن تفرع فيهم والله فيه مطسط كرة مفاشر عدد ده تحية لأقل مبابا البطل أقل مبابا البطل ده السعب معلش اللي مايفهمش السعب المصري ماعرفش تعم معاه دي حكي الله دي كده دي كده دي كده ايها كذا نطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني وارجع لحضراتكم لسه معايا شوية حكايات حلوة لطيفة النهاردة ربنا الكريم ناسوه بصوا الحكايات دي نصيب فيه يام كده يبقى نصيبك جايلك حكايات والفرادات وبتاع فيه يام كول يعني الحكاية انما بصوا 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 الزبط تعملوا فرح ده انت عامل القنابل دي علشان ناس تكره الزباط بص زبط محمد بي بتاع اسمي انبابي يهو بص الفرح اللي معموله الزباط انتو بتشتغلوا غلط الزابط بتاع المخابرات اللي برا بيشغلكوا غلط فلوس على الارض والله اللي بحب بصوا بالي